لا تتوقف الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران على قوات التحالف الدولي في العراق منذ مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع العام الجاري في بغداد وذلك في إطار صراع النفوذ المستمر بين إيران وأمريكا آخر تلك الهجمات كان بسقوط صاروخي كاتيوشا على قاعدة التاجي شمالي بغداد أطلقا من منطقة الراشدية دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات وفق ما أعلنه الجيش الحكومي دون تحديد الفاعلين مثل كل الهجمات السابقة هجوم التاجي سبقه هجوم آخر بعبوة ناسفة على رتل مركبات تابعا لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي بين محافظة ذيقار والبصر جنوبي العراق مسفرا عن تضرر مركبة واحدة دون الإعلان عن وقوع إصابات بشرية وفقا لمصادر عسكرية شهر آب الحالي شهد هجمات مماثلة على المصالح الأمريكية في البلاد حيث أعلن عن تعرض رتل تابعا لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة ذيقار ما أدى لاحتراق إحدى المركبات فيما انفجرت عبوة ناسفة على رتل آخر في محافظة القادسية دون وقوع إصابات بشرية أو مادية قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين التي تضم عسكريين أمريكيين نالت نصيبا من تلك الهجمات بعد تعرضها لهجوم بصاروخ كاتيوشا دون وقوع إصابات كما هوجمت إحدى القواعد العسكرية التي تضم عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي دون وقوع إصابات أيضا وتتهم واشنطن ميليشيا حزب الله وفصائل أخرى موالية لإيران بالوقوف وراء الهجمات فيما تقف حكومة الكاظمي موقف المتفرج على هذه التصعيدات العسكرية شبه اليومية في البلاد وهو ما حدا بجهات عدة ومنها معهد هيتسون الأمريكي لمطالبة واشنطن بإظهار الشدة ضد السلطات الحكومية متهمة إياها بالتقاعس في التصدي لانتشار الميليشيات وكبح نفوذها العسكري ترجمة نانسي قنقر